بسم الله بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعاكم محمد تحسين من قناة السرشاجي ازايكم عامليني اتمنى اتكونوا بخير وصحة وعافية ان شاء الله. آآ يا انا بقال كتير او ما عملتش مراجعات للساعات. آآ بصهم انا بصراحة مبسوط جدا يعني ان انا يعني ان شاء الله ان شاء الله ارجع عامل مراجعات للساعات تاني. آآ ومن اولها هو آآ ساعة بربري آآ بربري آآ بي يو تسعة تلاتة ستة زيرو الرفرنس نمبر بتاعها او رقم بتاعها هتلاقيه هنا هتلاقوه اهو آآ بي يو تسعة تلاتة ستة زيرو آآ ما عاش هو ما عاش في فيه شابورة لكده بصوا آآ الساعة دي انا لسه مشتريها قريب الساعة دي آآ من حوالي مسلا ثلاث شهور آآ فعلا فعلا الساعة دي محترمة جدا انا بحبها جدا الساعة دي كانت معي زمان آآ بس كانت ال 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 او اللي هو المينة بتاعتها كانت لونها سيلفر كان لونها فضي آآ فبصراحة يعني اول ما لقيت الساعة دي بتتباع انا ما بشتريش ساعات جديدة عموما يعني انا اغلبية الساعات كلها بشتريها آآ يعني بتبقى يزد اما مسلا من برة او من مصر يعني فالمهم الساعة دي الحمد لله حالفني الحظ اللي انا ستريها واشتريتها بساعة كويس الحمد لله آآ الساعة دي آآ هبتدي بقى معاكم بقى ان هي الساعة اربعة واربعين ملي متر اربعة واربعين آآ الكيس بتاعها اربعة واربعين آآ الساعة ستوب ووتش آآ فيها عقرب السواني هتلاقوها اهو عند رقم اتنين اهو عقرب السواني اهو هو ده اللي شغال اهو فوق اهو والعقرب الطويل ده ده عقرب بالسطوب ووتش وده التلاتين دقيقة وده الساعين بصوا هقولكو يعني يعني ايه بصوا يعني لو انت دلوقتي في اجتماع فايدة السطوب ووتش ان انت دلوقتي في اجتماع وعايز تعرف انت هتوقت قدقيه فتروح مشغل السطوب ووتش اهو هتلاقل العقرب الطويل ده عمال يتحرك 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 واحنا بنتكلم كده الساعة آآ التاريخ بتاعها عند رقم اربعة آآ الساعة آآ فيها زي اللي هي يعني اللي هي الودان بتاعت الساعة او معي ما هيسمها يسمها مش عارف اقولها ايه بالعربي بس الودان الساعة بتبقى نزل تحت كده يعني واخدى قطش كده يعني بصوا لو تلاحظوا واخدى كده اه الساعة كبيرة على فكرة جماعة. الساعة دي اربة وعربين ملي متر يعني ساعة ضخمة على فكرة الساعة مش قولة ايه اللي الا الساعة دي انا مستني بس الشتة يخلص عشان اعرف اشأل بسها. لان كل هدومي ابتدت ديق علي عشان بروح الجيم وكده فابتدت ديق علي فابتدأ الكم بقى اه يعني الساعة بقى تدايقني في الكم فان شاء الله ان شاء الله بمجرد ما ابتدي يقلبس نص كم ان شاء الله هلبس الساعة دي. اه بصوا الاستيك بتعمل ازاي? دي استيك اه بصوا هنا قبل ما قبل ما نلف بص اهو. بصوا العرب ده واقف سابت اهو بصوا. اهو ما يجي على اتناشر بص. اهو بقى استنوا بقى شوية بقى استنى كده. لما نجيبها مسلا الساعة دلوقتي كام? الساعة دلوقتي اتنين مسلا نزبطها على الساعة اتنين. استنوا بقى كده وريكم حاجة كده حلو. ونرجع ده تاني. هيبتدي يشتغل وهتشوفوا دلوقتي الساعة دلوقتي مزبوطة على اه انا سبت الساعة تشتغل شوية عشان هوريكم بصوا ايه دلوقتي العرب ده هي العرب ده بيتحرك اوه. مع تحرك الساعة. العرب ده بقى بص بقى فايديته بقى اللي هو مش العرب العداد ده العداد ده وزيفته ايه? بعد ما بعد ما العرب السواني ده يعدي يلف كده لحد مجرد ما يخش تلاتين دقيقة يبتدي يعد هنا نص ساعة. تلاقي العرب التحت ده يجي كده يمين سنة. كده يعني العرب ده العرب الطويل ده بعد ما يلف ستين سانية بيتحرك هنا دقيقة. في العرب في الدايرة في الدايرة دي او العداد ده بعد ما تلف تلاتين دقيقة يجي هنا يتحسب نص ساعة وهكزا. اه على فكرة صح يا جماعة ده مش موجود في كل الساعات والاوبشن ده حلوة جدا على فكرة. لان اغلبية الساعات كلها بتبقى اه نص ساعة بس. بتاعها نص ساعة بس. فبصراحة الموضوع ده عاجبني جدا. كمان الساعة دي كبيرة كمان الساعة دي او السمك بتاعها كبير تلاتاشر ميلي تلاتاشر ميلي يعني الساعة دي كبيرة. كمان اللي هو الازاز بتاعها يعني مقوم للخدش حتى لو حطيت عليه نقطة مية تلاقيه وتتحركه كده. المطة مية مش بتتفرد كده لأ تلاقيها متمسكة كده. اه فيها كمان نقشة بتاعت البربري. النقشة اللي اسم الفابريك. نقشة بربري اهي. وده بتاعها حتى مكتوب على الاستيك اهو. اه اه بربري. هو مكتوب. لا اده مش بربري. اه هو بربري بش الدنيا. بس الاستيك ات معلش هنقاسف يعني ات اه اتشلوه خالص. بس شكله جميل. انا عاجبني. يعني الاستيك نضيف يعني لسه بحالته. وكمان الباكل او اللي هي التوكة بتاعة الحزام مكتوب عليها بربري. اه ساعة محترمة جدا. الساعة دي في مصر اعتقد اعتقد عاملة حوالي اتناشر او تلاتاشر الف جنيه. اه الساعة دي فعلا فعلا كويسة جدا. حتى كمان البزل بتاع او اللي هي الاطار اللي حواليها ده اسمه بزل. اه ده يعني ثابت وكمان بدون اه كلام يعني بدون اه ارقام او بدون رسومات عليه. اه بمجرد بص يا جميع ركزوا كده في الحتة دي عشان لما اجي اعمل لستوب ووتش. هعمل هبتدي ادوس كده. كده واقفت الستوب ووتش. هكده اعمل كده بصوا او ما اعمل كده. يبتدي كل ويرجع زمعه. بس كده. شكرا جدا لكم يا جماعة ومتنساش تعملوا لايك وتشتركوا معاه في القناة وشكرا جدا لكم لان فعلا محتاج ده عمل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة